بعد ما تأكدنا اني الاكشن بتاعنا شغال بشكل سليم وعملية الديليت على مستوى الداتابيز بتتم فعلا بالشكل اللي احنا محتاجينه كمان الكوفر جيم نفسه بيتمسح من على السيرفر فكل ده معناه ان احنا قادرين نتحرك على القطوة اللي بعدها وهي خطوة ان احنا نخلي الاند يوزر لما يكليك على الديليت بوتونز اللي موجودة هنا يبتدي يحصل الاكشن اللي احنا محتاجينه فهارجع تاني على الفيزيول ستوديو هاجي هنا همسح الكممنت ده خلاص انا محتاج الاتش تي تي بي ديليت تكون موجودة فوق الاكشن بتاعي بعد كده هروح على الفيو نفسه الفيوز جيمز بعد كده اندكس هو ده الفيو اللي موجود جواه البيوتون او الانكر تاج اللي المفروض لما الاند يوزر يكليك عليه يحصل الديليت فعلا فهنعمل الجزئية دي على خطوتين فهاجي هنا كده هزود كلاس تاني الكلاس ده مش هيكون ليه اي علاقة تماما بجزئية الستايلينج ولكنه هيكون مجرد سيلكتور علشان اكون قادر اتعامل مع الانكر تاج ده من خلال كود الجواسكريبت سواء كنت انت حابب تستخدم الناتف جواسكريبت او الفانيلا جواسكريبت او زي ما انا هعمل وهستخدم الجي كويري فاقوله هنا الجي اس داش ديليت بعد كده بما اني هحتاج اعرف انت ضغطت ديليت على مين بالزبط من الجيمز علشان اعمل لها ديليت او يعني الاند يوزر ضغط على مين بالزبط فاقدر استخدم الداتا اتريبيوتس فاقوله هنا داتا داش وبعدين الاسم اللي انا محتاجه فممكن اقوله مثلا اي دي او جيم اي دي ايا كان انت محتاج تسميه ايه وبعدين الفاليو الخاصة بيها تكون الجيم دوت الاي دي بعد كده اقدر اجي هنا اضيف الجزء الخاص بي الجي كويري او الجاوا سكريبت عن طريق اني هاجي اقوله ات سكشن طبعا اعملنا الجزئية دي قبل كده هقوله سكشن هنا سكريبت الشكل ده ممكن بس نخلي دي هنا وبعدين اقدر اجي اقوله سكريبت واكتب كود الجاوا سكريبت او الجي كويري ما بين التاج الخاص بي لسكريبت ولكن انا شخصيا زي ما عملنا قبل كده افضل اني اكواد الجي اس تكون موجودة جوه الفولدر اللي اسمه جي اس اللي موجود جوه الفري دابليو روت فهزود هنا فايل جديد هقوله هنا add new item وممكن اسميه بنفس اسم الاكشن والكنترولر فهقوله هنا games dash index ممكن تسميه delete ممكن تسميه اي اسم انت شايفه مناسب بالنسبالك وما تنساش طبعا تغير الاكستنشن لي دوت جي اس وبعدين هاجي هنا بدل التاج ده هعمل drag و drop للفايل اللي احنا اضفناه بالشكل ده وما تنساش المنزقية اللي قلنا عليها اللي هي asp dash append version هتكون true بعد كده هرجع على فايل الجي اس لما اني هكتب كود جي كويري فاول حاجة هاجي هنا هقوله document dot ready وهنا هكتب الكولباك فونكشن بتاعتي هقوله فونكشن بالشكل ده بعد كده هضيف event listener على اللي بتحصل على البوتونز الخاصة بال delete فهعمل لها هنا selection باستخدام الكلاس اللي احنا دفناه اللي اسمه جي اس داش delete وبعدين هقوله on لما يحصل عليك click identifier الفونكشن اللي احنا هنكتبها في المكان ده فممكن مؤقتا جوه الكونسول نكتب ال id الخاص بالجيم اللي هيحصل لها delete فاول حاجة انا افضلها دايما اني اسلكت ال element اللي انا ضايف عليه ال event listener في الوقت الحالي فهقوله var btn اللي هو يعني اختصار كلمة button هت equal this فبالتالي البوتون اللي انت ضغط عليه بالكامل موجود معايا جوه ال variable اللي اسمه btn بعد كده ممكن هاجي هنا هقوله console.log وبعدين هعمل log للboton.data اللي اسمها id اللي المفروض يعني يكون فيها ال id الخاص بالجيم تعالى دلوقتي نعمل save وهرجع للبراوزر اول حاجة بس هفتح هنا ال console نقفل دول تعالى مثلا نكليك على ديت بطلعز انه كتب لي واحد هكليك على ديت كتب لي اتنين كليك على اللي بعدها كتب لي تلاتة طبعا هو بيطلع هنا علشان الهاش اللي احنا ضايفينه في ال href فممكن نيجي هنا في ال href بدل الهاش ده هقول له javascript بالشكل ده اجرب تاني اعمل save وارجع على البراوزر هضغط على اول واحدة جميل واحد اخر واحدة مثلا خمسة اللي فوقيها اربعة كده الدنيا شغالة معنا واحنا قادرين نسلكت ال id الخاص بالجيم اللي المفروض ال end user محتاج يعمل لها delete طيب الخطوة اللي بعدها ظريفة قوي احنا محتاجين بقى ننفذ عملية ال delete دي على مستوى ال data base ونخفي الجيم دي خالص من قدامنا هنا من view فهارجع تاني الكود الجي اس هاجي هنا بدل console.look دي هبتدي استخدم ال ejax فهقول له dollar sign.jax بالشكل ده وبعدين نقطتين هنا اساسيين انا لازم احددهم له النقطة الاولى هي ال url اللي هو محتاج يروح يعمله كل ونقطة التانية نوع الميثود اللي هو هيعمل لها كل فهقول له ان ال url بتاعك انت هتروح ليه slash games slash delete وبعدين slash وهنا هزود ال id الخاص بالجيم دي او الافضل بدل ما استخدم علامات البلاس دي اني هاجي هنا هستخدم ال backtick بالشكل ده بالتالي اكون قادر استخدم هنا string interpolation شبه شوية اللي موجود في ال c sharp مع اختلافات بسيطة زي مسلا ان انا بستخدم هنا backtick بدل double codes ودولار ساين بتكون قبل الكرل براكتس مش في الاول فهاجي هنا هقول له برضو ptn.dataoff ال id زي بالضبط ما عملنا لما حبينا نعمل لها print جوه الconsole او نعمل لها يعني look جوه الconsole بعد كده هاجي هنا هقول له ان الميثود هتكون delete فهاجي اقول له delete بعد كده عندي هنا اكتر من option زي مثلا before send و success و error و complete انا هستخدم هنا success وال error فاقول له هنا success هتكون عبارة عن function لما يحصل عندي success مؤقتا هطلع هنا alert هقول له success و في حالة ان حصل error هطلع برضو هنا alert تمسح بس ديت بالشكل ده هطلع هنا alert ممكن نكتب مسلا جوه برضو مؤقتا error طبعا هنعدل الاجزاء دي تعالى نعمل save و نرجع على الbrowser هاجي هنا هقول له delete قال لي success هضغط على ok واعمل refresh هتلاحظ ان هي اتمسحك لكن مازال في نقطتين احنا محتاجين نحسينهم على current implementation بتاعنا النقطة الاولى المفروض لما ال end user يكليك على delete او لو بياخد يعني اي action هو خطر شوية فالمفروض تطلع له confirmation box تقول له انت متأكد انك عاوز تمسح حاجة زي كده او لا كمان هنحتاج نخفي الجيم اللي حصل لها delete من ال view اللي قدامنا بدون ما يكون ال end user مضطر انه يعمل refresh فتعالا نتكلم عن الجزئية دي في الفيديو اللي جاي اشتركوا في القناة